موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وزير الصحة خالد ايت الطالب الجواز وسيلة واحدة لمواجهة الوباء واما جواز التلقيح او الحجر الصحي قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب ان جواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة كوتيقة للولوج الى مقرات المؤسسات العمومية والخاصة وسيلة حضارية لانه هو الوسيلة الوحيدة التي نملك لمواجهة وباء فيروس كورونا المسجد جاء ذلك خلال تعقيب وزير الصحة والحماية الاجتماعية على مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب في جلسة الاسئلة الشفهية اليوم الاثنين واضاف ايت الطالب اتفهم الازعاج الذي خلفه فرد جواز التلقيح لكن القول بان الحكومة لم تتواصل بشأنه غير صحيح اذ اننا بدأنا الحديث عنه منذ يونيو الماضي وهناك كبسولات اشهارية بخصوصه وتابع نحن امام خيارين نريد التلقيح ام لا نريده اما جواز التلقيح فهو تحصيل حاصل خاصة ان هناك 24 مليون مستفيد من التلقيح حاليا اي اننا اقتربنا من تحقيق المناعة الجماعية واضاف بان المغاربة غير قادرين على الخضوع لحجر صحي مرة اخرى ففرض جواز التلقيح وتشديد بعض الاجراءات الاحترازية جاء لتفادي عودة الحجر الصحي الذي لن يقدر عليه المغاربة على حد تعبير الوزير واضاف المسؤول الحكومي ان الحكومة تفضل ان تبقى على درجة عالية من اليقضى ودى الوقوع في المحضور واعتبر ان الجدل حول جواز التلقيح جد تنوي مؤكدا ان حمل الجواز ليس ارزاميا لالا الامر يفرضه القانون واعتبر الوزير ان الجواز هو الحل حاليا بسبب غياب دواء فعال للفيروس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة